ما معنى تشميط العاطس وكيف يشمت ومتى أجاء في نهاية ابن الأسير أن تشميط العاطس معناه الدعاء له بالخير والبركة وهو مشتق من الشوامد وهي القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى وقيل معناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك والشماتة هي فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه جاء في صحيح البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان إذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان وفي البخاري أيضا في شأن العاطس بعد أن يشمته إنسان بقوله يرحمك الله أن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ويقول أيضا ويغفر لنا ولكم كما في رواية مارك في الموطة وإذا تكرر العطاس أكثر من ثلاث مرات يدعى له بالعافية والسلامة والله أعلم